ونذهب مباشرة إلى البروفيسور محمد الشافعي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة الوطنية مساك الله بالخير بروفيسور مساء النور والسرور أخي العزيز عبدالله يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بوجودك معنا ومبادرتكم وتفاعلكم حقيقة المباشرة بعدما تواصلنا معكم مباشرة جزاكم الله بالخير بروفيسور محمد أبناكم الطلبة في الجامعة الوطنية وبالتحديد في كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة كان لهم وسم على تويتر وكانوا يتساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة نحن نعرف الآن في جائحة كورونا وفي كثير من المتغيرات وهم مصرين على مسألة التعليم السريري اللي أجرتها الجامعة أكثر من مرة فما هي إجراءاتكم في الجامعة بهذا الشأن؟ نعم أخي العزيز عبدالله شكرا لكم على هذه الاتضافة طيبة أخي عبدالله طبعا نحن مقدرين رغبة أبنائنا وبناتنا الطلاب وحماسهم الشديد لحضور التدريب السريري في المستشفيات والمراكب الصحية ونعلم بأن هذه أول مرة سوف يكونوا في المستشفيات بعد تواجدهم في الكلية لفترة طويلة لكن يجب أن لا يغطي حماسهم هذا واندفاعهم على تفهمهم ومعرفتهم الدقيقة لخطة الكلية التي عملت لصالحهم والتي في عدة مناسبات قد وضحت لهم هي طبعا يعني الحرص وصحتهم وسلامتهم هي يعني إحنا يعني المسؤولية الكبرى هذه لكن أيضا مدى الاستفادة من التعليم من مدى الاستفادة من التدريب العملي في هذه البترة بالذات في ظل جائحة الترونة كما تعلمون أخي عبدالله لا يمكن أن تسير الأمور في العملية التعليمية بنفس النساق وبنفس الطريقة التي كانت عليها قبل الجائحة وعلى يعني الأبنائنا يعني أنهم يتفهموا ذلك ولقد تبنت الكلية طبعا خطة تعليمية مناسبة لا تبخص الطلاب حقهم في تحقيق أهداف المنهج الذي وضعته الكلية طبعا يعني هؤلاء أبنائنا الطلاب والطالبات الذين يعني تتحدث عنهم هم في السنة الأولى من المرحلة الكلينيكية المرحلة الكلينيكية عبارة عن سنتين السنة السادسة والسنة السابعة وطبعا في خلال السنة الخامسة والرابعة أيضا مروا على بعض التدريب السريري في قضية المختبر المحاكاة وهذه الأشياء يعني مروا وبعضهم كانت له الفرصة العام ماضي أن يزور المستشفيات وأن يتعامل مع المرضى نعم طبعا في هذه السنة نتيجة لقائحة كورونا ونتيجة ما تعلمون من يعني توافد المرضى على المستشفيات وخاصة نحن تدريبنا في مستشفيات مناطقية نعم سحار والرستاخ تابعة لوزارة الصحة نعم هي مستشفى سحار ومستشفى الرستاخ وطبعا وزارة الصحة مشكورة يعني في هذا الجانب تتعاون معنا لأقصى الحدود نعم جزاهم الله الخير ومعا الوزير ما نتصل في هذا الجانب بكل المسؤولين أيضا في وزارة الصحة طبعا كما تعلمون أن في المستشفيات هذه يعني في عداد كبيرة تتردد عليها بمرضى كورونا صحيح وكثير من الأجنحة في هذه المستشفيات الحقيقة يعني شغلت بمرضى كورونا فأفضح عدد الأثرة الموجودة للمرضى العاليين الذين يمكن استخدامهم في عملية التدريب هو عدد يعني عددهم قل وعدد بسيط يعني نعم نحن يعني عملنا طريقة بحيث أن ما يتأثر الطلاب ولا ينظلموا في هذه المرحلة نعم فقمنا يعني هي الدورات التدريبية في السنة السادسة بارع عن سبع دورات معاهم وكل دورة ست تسابيع فإحنا قسمنا كل دورة إلى ثلاثة تسابيع إلى نصين كل نصف ثلاثة تسابيع وعملنا بارع عن مرحلتين المرحلة الأولى من سبتمبر إلى ديسمبر إنهم يدرسوا عن بعد هذه الثلاثة تسابيع نعم والثلاثة تسابيع الأخرى من كل دورة يبدأوها من شهر واحد لأن نهاية السادسة تقريبا على نهاية شهر يونيو 2021 نعم وطبعا إحنا يعني في هذه الفترة اللي هي فترة التعليم عن بعد في خلال ثلاثة تسابيع هذه إنه يكون يعني ما يشمل بس المواد النظرية وإنما يكون يعني تقدم لهم حالات مرضية وبعض المهارات السرية ومناقشة كشوفات ونتائج فعوصات لمرض اقتراضيي كذلك بالإضافة طبعا إلى المواضيع النظرية المهمة في كل تخصص وبعد ذلك إن شاء الله بعد في شهر واحد تبدأ ذهابه من المستشفيات نتوقع إن شاء الله عسى بوجود الفاكسين وأيضا إحنا يعني في الطب نعلم أن كل ما زالت المدة لهذا الوباء كل ما الناس تفهمت وعرفت أشياء عن هذا الوباء قد يكون ما نحصل على ذاته لكن إن شاء الله في الشهور الجاية يعني خبرنا هذا الوباء وعرفنا عنه معلومات أكثر كيف نتجنبه وكيف ممكن نتغلب عليه يعني بإذن الله تعالى بروفيسور محمد لأن الطلب الآن يشاركونا لأننا ننقل على البيرسكوب تويتر يعني هم يقولوا حاز في خاطرنا أنه طلبت كلية الطب بجامعة السلطان قابوس وكليات الطب الأخرى يعني يمارسوا هذا التعليم التعليم السريري في المستشفيات ليش الموضوع لما جعل طلبة الجامعة الوطنية صار ما ممكن وصار والله أنه خطر عليكم هم الطلب الآخرين كذلك نفس الحال فعندكم أي رد حول هذا الموضوع يعني طبعا نتعلم نحن يعني كلية خاصة والكليات الخاصة تحت نظام التعليم العالي جامعة السلطان قابوس تختلف مستقلة بحد ذاتها عن تتبع تقريبا لنظام التعليم العالي وإحنا طبعا هنا تنسيق بين الوزارة التعليم العالي الموقرة وبين اللقنة العليا اللقنة اللقنة العليا اللي هي المشرفة على موضوع تويت الموقرة أيضا فيه تنسيق وتعاون وإحنا طبعا في التعليم الخاص نتبع لهذه المؤسسات وإقراءات هذه المؤسسات ونحاول اتباعها هم آثاروا أيضا طلاب الأسلان منهج الأسلان يختلف وكل تلك الأسلان عندهم عيادات داخل 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 الكلية صحا وليس في مستشفيات أيضا يعني الجامعة السلطان قابوس يعني بعض التخصصات الأسابيع التدريبية هم مقلوها يعني من خمسة إلى ثلاثة ومن ثلاثة سابيع إلى أسبوعين نفس العمل اللي عملنا احنا لكن هما يعني المنهج من كلية لكلية يختلف احنا منهجنا هذه التدريبات تمشي بطريقة متوازية في جامعة السلطان قابوس ترتيبها يختلف يعني ترتيبها مختلط أو أنها تمشي بطريقة رأسية بينما هنمشي بطريقة متوازية وبالتالي كل الكليات في العالم والجامعات خاصة في التدريب العاملي في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الجامعات تصفضوا عدد الدورات التدريبية عدد إلى مدة الدورات التدريبية في المستشفيات لتقليل الإصابة احنا عملنا نفس الشيء لكن احنا أيضا يعني في الثلاثة السابيع هذه بدل ما نخليها ثلاثة سابيع فقط وإنما شغلناهم بالتعليب عن بعد وغيرنا المنهج بحيث يكون في كثير من المناقشات وكثير من الأطروحات التي تتعلق بالعمل الإكلينيكي فلما يوح ان شاء الله في الثلاثة السابيع الجاية بعد ذلك ان شاء الله في شهر واحد يكون هما عندهم يعني عندهم استعداد وعندهم خلفية كبيرة عن موضوع الجامعات الكليليكي وهذا ما يأثر عليهم احنا في هذه الكلية حريصين جدا على أن الطلافة يتفعوا مبالغ واحنا حريصين جدا على أساس أنهم يحصلوا الأشياء التي نخططينها لهم في المنهج الدراسي يعني هي اختلاف قضية في اختلاف البناهج فقط والتي القضية للتدريب أيضا في الأساعدة الأسابيع هي مقلصة للنصف بعض الجامعات إذا كانت سبع الأسابيع خلوها ثلاثة بعض وخلوها أربعة يعني ما فيك نادرة تقد أن كل الوقت اللي يطلبها مثل ما كانوا في السابق قبل كوفيد أنهم يقضوا في المستشفيات لا الوضع تغير نهائيا في هذا الفترة يعني نعم لبروفيسور محمد أنتو حددتو لهم شهر اثنين من عام 2021 من العام القادم نعم هو يعني في شهر تقديري هذا نقدر نقول أنه تقديري على ماذا بنأتو يعني بنيتو أنه يكون والله في شهر اثنين لchnet دورات التدريبية عندنا ستة تسابيع وهي سبع دورات فعملنا ثلاثة تسابيع ثلاثة تسابيع ثلاثة تسابيع لغاية ما وصلنا نكمل جميع الدورات السابيع في ستة تسابيع في السبعة وواحد وعشرين تسبوع نعم فواحد وعشرين تسبوع تخلط في شهر ثلاثة واحد نعم نبدأ بعد ذلك 21 أسبوع الأخرى نفس الطلبة هذه الأخ العزيز أيضا عندهم مادة اختيارية في الصيف في شهر سبعة وثمانية 6 تسابيع فإذا فاتتم شيء وريدوا تخطية في موضوع معين أيضا ممكن يستغلوا هذه الفرصة فرصة المادة الاختيارية اللي هي عبارة عن تدريب المستشفيات أيضا إن شاء الله نتمنى في هذه الفترة وفترة الجاي أن الموضوع الجاي حيقل أو ينتهي إن شاء الله بإذن الله أيضا نفس الشيء نحن بنهجده أيضا يختلف أن نفس المواد هذه نفس المواد الذي درسته في طالب حاليا في السنة السابقة سوف تكرر له في السنة السابعة في السنة النهائية سوف يدرسها مرة ثانية يعني أمراض باطنية 6 تسابيع سو بعدين 6 تسابيع في السنة السابعة طب أسره لحين 6 تسابيع بعدين 6 تسابيع يعني قراحة حين 6 تسابيع وبعدين 6 تسابيع يعني إحنا معانا دراسة أبارة عن تراكمية تكرارية يعني وليس فيها مثل باقي الجامعات إن عمل 6 تسابيع وانتهى من هذا المادة أو 6 تسابيع وانتهى لا يرجع لها مرة ثانية فحنا حريصين ومن خلال طلابنا نخرجين للسنوات الماضية على مدى الدفاعات التي اتخرجت من تلية الطب الحمد لله أبداً ما في معاناة لطلابنا من عملية المهارات الطبية وما بيأثر على مشوارهم الدراسة وعلى مدة الدراسة يعني هي اللي باقي لهم أخي عبدالله يعني بعد شهر 12 الباقي لهم 11 شهر كله بيكون تلينيكي وهذه أربعة شهور والأربعة شهور هذه يعني يكون فيه دراسة مكثفة عن طريق عن بعد يعني وبالتالي هذه الدراسة تشمل من المهارات السريرية الفحوصات مناقشة حالات مرضى يعني ما بس شي نظري لا بالعكس يعني ويومهم مشغول من ساعة 8.30 إلى 4.30 اليومهم العالي يعني احنا في الأيام الدورات العادية الصباح الطلبة في المتشفى من ساعة 8 مثلا إلى ساعة 12 نعم وبعد ذلك تروح الصلاة وغدا وبعد ذلك من ساعة 2 مثلا إلى ساعة 4 هذا نظري نعم 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 ال dipاتفادة تختلف وهناك عدم توازن بين التجبعات الطلاب نعم في يعني اصولهم على الصبرات المطلوبة نعم ربنا يعني cra revital wanted ننظرها من ناحية مادية مثل ككلية خاصة. احنا سكناتنا فارغة كان اولا لا نقولهم تعالوا. صحيح. احنا ندفع اجار سكنات الحين للمالكين. ندفع كهرباء. ندفع انترنت. ندفع كل المطارف هذه. نعم. ولو كنا نحترها من ناحية مادية نقول تعالوا خلاص استسعاروا. واحنا نروح المستشفيات. نعم. يعني تعرف البروفيزور محمد ان احنا في البداية نريد صراحة نهنيكم على طلبتكم بهذا الحماس وبهذه الرغبة. نعم. وهم بانفسهم يعني آآ مصرين على الجامعة في ان نحن نريد نتواقت في الميدان. نعم. فاكيد هذا الحرص من الجانبين. نعم. الطلبة على قدر كبير من المسئولية والرغبة والشغف. وكذلك الجامعة على قدر كبير من الحرص. نعم. نعم. بقيه حماية طلابها وتعويضهم بالأدوات الممكنة في الوقت الراهن. والله اخي عبد الله احنا حارسين جدا وقناع طلابنا. والله يعلم انهم يعني هما يعني نحن يعني فخورين بيهم فخورين بطلابنا الذين تخرجوا ويعملون في عدة أماكن وفي عدة تخصصات في الدولة وخارج الدولة ونحن فخورين بهذه الطلاب أيضا ونعتز بهم يعني ولا توجد بينهم مشكلة يعني ولكن هو قد يكون الفهم للطريقة الخطة يعني ولكن بالعكد دائما نستمع لهم ودائما ننصط لهم وعملنا تغيرات كثيرة وعندنا في فترة هذه فترة كوفيد عندنا لجنة مستمرة تجتمع على شكل أسبوعي أو كل أسبوعين وفيها ممثلين لكل الدفعات نجتمع بهم على مدى أسبوعي في السنة الماضية والحين نفل الشيء فهم ممثلين دفعات ويأتون بكل الاختراحات وإحنا يعني كل يوم تغيرات وكل يوم نعمل تلبية يعني للطلاب لكن هذا الموضوع بالذات لأننا نخططناه ونرى ونرى من ناحية إنه هذا الأصلح والأفضل للطلاب وللجميع يعني وكل الأطراب نعم تعرف يعني المستشفيات هذه غير عن مستشفى جانعستان قابوس أيضا من ناحية المرضى والموجودين في مرضى كوفيد نعم نحن لدينا أيضا أعداد من المعلمين لو أصيب معلم يعني خلاص دراسة توقف الطلاب أيضا لو راح المستشفى واحد عدا مثلا أو يعني أصيب وأصاب زملاء يعني يعني وكان زملاء موجودين معاه في المجموعة كل المجموعة تتوقف عن دوام المجد سبوعين صحيح صحيح يكون ضررها أكبر من نفعها صحيح أيوة بتتوقف الطلاب المجد سبوعين نعم يمكن طالب يقول والله لا يعني إحنا إدراك أن الموضوع هذا راح يتوقف وإن كوفيد راح يتوقف إحنا كأطباء دائما نعيش على الأمل ونزرع في قلوب أبنائنا الأمل ونزرع في قلوب مرضانا الأمل وننتظر الأمل ونتمنى أن هذه الجائحة تنتهي في خلال الشهور القادمة بإذن الله بإذن الله تعالى ولو هذه الجائحة توقفت اليوم اليوم مرة رفعت من الله سبحانه وتعالى رفعها من الوجود إحنا بكرا نجيب الطلاب للعمل نعم ما عندنا مشكلة يعني إحنا كل خططنا جاهزة وكل حاجة جاهزة الطلاب يعرفون ذلك نعم شكرا ما عندنا مشكلة في عودة الطلاب في أي وقت إذا انخفضت أو تحسنت هذه الجائحة أما نحن في هذه البلد تحترم كل القرارات التي تصر عن اللجان المهتمة بهذه المواضيع نعم وإحنا جزء من هذه البلد وهذه الكلية جزء من هذا البلد وإحنا نمشي ونسير على خطأ يعني ونهج البيانات والقرارات التي تقرها اللجانة المختلفة والجهات المسؤولة عن التعليم في السلطرة وهي قرارات ما في ذلك والله هي دائما تعمل لصالح الطالب يعني نعم شكرا جزيلا لك البروفيسور محمد الشافي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة الوطنية على هذا الإضاحة الشافي والكافي والوافي شكرا لكم أخي عبد الله وشاكرين لكم دعوتنا لتوضيح هذه المسألة يعطيك العافية شكرا جزيلا لك الله يخليكم شكرا لكم شكرا حياك الله شكرا لكم شكرا لكم